جولة من جريدة ومنها نقرة زيادة في تعرفة المواصلات بالخرطوم ومطالبات بتدخل السلطات اشتكى مواطنون دولات الخرطوم من الزيادات في تعرفة المواصلات ووصفوها بغير المبررة باعتبار أنها بلغت الداف وقال مواطنون من الحاج يوسف لجريدة أمس أن بعض سائقية الحفلات الصغيرة الهايس والكريز يلجأون لزيادة التعرفة من 5 إلى 10 جنيهات من موقف جاكسون بالخرطوم إلى الحاج يوسف الوحدة وذلك عند الساعة الثامنة من مساء كل يوم أصبحت هناك تعرفتها من المواصلات دكتور إبراهيم من الصباح وتعرفها وفي الميسا أيضا تعرف أخرى للمواصلات ألا كيف ذلك عن ضحف الرقابة في ولاة الخرطوم؟ أنا لا أحسن في رقابة أصلا لأنه قضيت فيها إشكالات كبيرة جدا في موضوع بتاع الرقابة فيها أنا لا أحسن في رقابة إلا الرقابة الشعبية يعني الناس يرفضوا يدفعوا يرفضوا أعتقد أن هذا أدى لإستغلال كثير من العربات وسواء الحافلات والكريز للمواطنين في ووقات حرية يعني أعتقد أنه لا موجود رقابة شوف في سنوات سابقة كان توجد تزاكر كان أي حافل مهما كان منوع بتاعتها لا بد أن يكون عندها تزاكر وتزاكر مكتوب عليها السعر بتاع الرحلة وأنت مجرد ما تركها ومجرد ما تدفع تستلم التسكرة بتاعتك ضرورة تستلم التسكرة بتاعتك بخمسة جنيه بجنيه بجنيه بثلاثة جنيه أين كان المبلغ وتاعت تستلمها فكان دية نقطة أساسية لأنك أنت دي السعر بتاعك منزم به وأن لما أركر لدينا تدين له وكان على الأقل بتوفي الرغابة بدون ما يكون في أجهزة بدون ما يكون في ناس بيكون ما يكون في ضغطة كثيرة عليه فأفتكري أنه الآن أنا ما أحس أنه هناك رغابة كليا منها ودي مثلا كبير جدا في الخرطوم بالذات يعني لأنه الفارق ما بين المطلوب والموفر فارق كبير جدا فبالتالي إذا ما أحكمت الرغابة الهامش بتاع النقصان دية بتم استقلاله بتم استقلال لأن الإنسان محتاج يصل محتاج يصل لبيته محتاج يصل صوروفه وفي الميزة بكون الحركة بتاعت الناس كثيرة والحركة بتاعت الوقت متأخر بالليل فأنت بتضطر بهم يضطروا يستغلوا الوقت دية بحس أن يزيدوا الأسعار بتاعت الناس وفتكري أن دي مثلا ما ضروري إما إنه هنا ولا تخاطم توفر تسريح في المجال توفر الرغابة وإما إنه هنا توفر العربة بتاعتها لنكم نتحدث عن 400 سيارة جاية 400 بس جاية 400 300 وفتكري أنها من الضروري جدا أن المسألة هذه تحل على الأقل تحدى الحدود الدنيا على الأقل تحدى الحدود الدنيا على الأقل تصل 80-90% من الاحتياجات الأساسية بحيث أن الناس يجب أن يتحرقون لكن الآن في ضل العجزة الكبيرة ذي حتى تظل الممارسات دية لوقت طويلة دي مسألة معيبة مع وجود هذه عدم الرقابة هذه ديكفر إبراهيم أصحاب المركبات هم نفسهم يدافعون عن زيادة التعريف لارتفاع تكلفة التشغيل بالنسبة لمركباتهم أيضا وقطع الغيار لمركباتهم أيضا ألا تعتبر هذه مبررات موضوعية في ذي الارتفاع أيضا لأسعار جميع السلع والخدمات هي ما ترفعت أصلا الأسعار أصلا كانت ب2 جنيه بعد ذلك كانت بجنيه بعد ذلك بيقيت ب2 جنيه والآن بيقيت ب5 جنيه هذا السعير الخمسة جنيه أصلا بيقيت بعد الارتفاع بتاع الأسعار فدي أكي أنه برضو حتى بمستوى ذلك يقعد ينقشون مع الوزارات نصر في الصالة نقشون معهم نصر المواصلات ونقشون مع نصر الحكم المحلي نقشون مع المحتمدين يتفقوا على أسعار محددة في الموضع والأسعار اللي يتفقوا عليه هي تفقوا الأسعار السيدة لكن إحساسي أنا بمجرد أننا والله الأسعار سعادت واليوم الثاني أصبح أزيد الأسعار تتطور فوضى حتى في الصباح تكون هناك تعريفة وفي المساة تعريفة هناك جشع يعني هما يستغلوا حاجة المواطن نعلم يتقل الموضع في مجالة الجشع يتقل في مجالة الجشع يتقل في استغلال الاستغلال يتقل في تجاه الإبتزاز يعني ذا كل مجالات يتقل فيها في تكرينا المسالة مهمة جدا أن الناس هابت أن يجرسو فيها لأنه يتبنس الناس في حياتهم اليومية يتبنس الطالب يتبنس العامل يتبنس فئات بسيطة يعني يمكن نقول للهالية فئات البسيطة في المجتمع الناس بتحركوا بالمواصلات للطلاب العمال والعاملين بالحديث عن الارتفاع الجنوني الذي حدث السلع والخدمات مع الارتفاع وارتفاع تعرفة المواصلات أيضا بزمة الارتفاع السلع والخدمات دكتور إبراهيم سهل تسلع الارتفاع كبير في أكثر من شهر عندما وصل الدولار إلى 42 جنيه الدولار الآن انخفض وصل إلى 32 جنيه في السوق الموازي لماذا لم تنخفض الإسعار حتى للسلع والخدمات؟ هذا موضوع دائر تنظيم للحركة بتحت السوق والمضايح لأنه فيه احتكالات كبيرة شوف الدقيق بيحتكروا 3-4 مصانع أو 3-4 مؤسسات الأقل بتاع الدقيق السكر بيحتكروه 10-20 تاجر في البلد كل سلع من السلع بيحتكروها تجار ماذا هناك تجار بيحتكرو؟ الارتفاعات عندما ارتفعت 42-22 ما كان الأسعار مبررة لأنه فيه كثير من السلع تاني السلع محلية كان ينتاج بتاع السمنت انتاج بتاع السمنت انتاج محلي الماء السمنت ارتفع طوالي من 1-2-2-2-4-2-2-3-3-4 مؤسسات بدون ما يكون فيه سبب أساسي أصلا خليه يرتفع لكن الاحتكارات هي التي قدرت لهذا الموضوع فنحن محتاجين نسعى لأنه نحن نفكك حالة الاحتكارات الزائرية ونفكر انه الدولة بصورة عامة معنية بينها هي تفكف هذه الاحتكارات ومعنية بينها هي تحدث التكاليف لأنه اذا عندي مصنع بتاع الصلصة تكون في دراسة التكاليف انه والله العلبة بتاع الصلصة تكلفني لحد ما انتجها بخمسة جنيه ومن حقي الدولة هامش 2 جنيه يبقى الربح دي يبقى الربح 7 جنيه فانا مضطوب مني تكون أسعار في حدود الدنيا لكن ما ممكن المواطن في كسلة ياخد يتعب ويشقى وينتج ويجيب الكيلو بتاع الفرتوكان يمشي يبيعه بخمسة جنيه والتاجر يبيعه طوالي بـ 12 جنيه إذا أنا بتعب فيه سنة كاملة وبري وزراعه ويبيعه بخمسة جنيه وانت تاجر تبيعه بـ 12 جنيه انت تتبع 7 ألف جنيه الكيلو بتاع الموز بيبعه في كسلة من المزارع بـ 2 ألف جنيه لكن في السوق بيبعه بـ 4 ألف جنيه التاجر في ساعة واحدة بيأخذ 2 ألف جنيه فأنا أعتقد أن السوق بشكل ما نحن نعمل فيه عملية التفكير القضية ليس قضية توفرنا قضية أجنب كما قرأنا في الخبر أول فقط نعملية توفرنا عمليات كثيرة جدا في السوق عمليات ترتيب كثيرة جدا في الأسواق وإجراءات نحن 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 نفك كثير من السياسات الموجودة كثير من الممارسات الموجودة كثير من الاحتكالات الموجودة نفككها بحيث أن السوق يعود لحركة العضو والطلق ترجمة نانسي قنقر